مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة جدا روعة قبت لكم اليوم كبسة التونة او الرز بالتونة بطريقة جدا حلوة وتنفعكم شوفوا هذي اللي نسميها يعني نسميها ايش الرز الفزعة زي ما نقول يعني لما حدي قيلكم كده فقاء وانتم معاكم اكل من امس بتسخنوا وما عندكم شعني حاجة بتعملوها بتطبخوها عندكم علبة تونة هذي افضل حاجة انكم تعملوها يعني تنفعكم حتى لو حد قلس عندكم للعشاء وتشو تقدمو له حاجة كده كبسة تعملوها كده للعشاء روعة اول حاجة شوفوا الرز والتونة الرز والتونة اللي هو اسهل حاجة نحن نصبقها اني لما حدي قيلي ويقلس معي لعندي للعشاء اول حاجة قوم اعمل الرز والتونة خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير هنا عندي كمية من الزيت وعندي كمان سمنة كله باكتب لكم صندوق الوصف وبنزول بشرائح بصل طبعا البصل حاولوا انه يكون على كل كوب رز بتعملوه بصلة كبيرة تمام وهنا شوفوا عندي كده خمس فصوص من الثوم وعندي بهارات صحيحة هيل وقرنفل وكمان كزبرة ناشفة وذقوهم كده مع الملح عشان ينطحن تمام الثوم ينضق تمام والان شوفوا خلاص تحمر عندي البصل كده خلونا ما يتشقر كده يتحمر عندي شرايح من البطاطا كده خلو بطاطا قطعها بشكل عريض بس يكون قلبوها لازم شوفوا كده تتقلقى للبطاطا مع البصل والزيت تمام والان بقيب البهارات بهارات صحيحة اللي دقيتها مع الثوم لاني ما باستخدمش اني بهارات سبع ولا بتشوفوا البهارات اللي اني استخدمها وقلبتهم تمام كده التشويح لما يطلع ريحتهم حطت صلصة طماطم كده ملعقة كبيرة وكمان حطت ملعقة كبيرة من البسباس العدني او الفلفل العدني وكده وخليته كده يعني كله تكشينا نحن محتاجين هنا الكشنة عرفتوا او كده حاجات تتقلقل هذي الطبخات ذكرني بايش ذكرني بالصيادية حق السمك العدنية بصراحة نفسه يعني قريبة منه وهنا اضفت شوفوا ملعقة صغيرة من بهارات الكاري اللي هي بهارات النيل واضفت كمان كزبرة مطحونة فقط هذا اللي استخدمها البهارات وفلفل اسود هذي البهارات اللي استخدمها مع البهارات الصحيحة ما عملش بهارات مشكلة واعتمد دايما اعتمد على الكشنة خلص اخليه كده يتكشن تمام وما تطلع ريحتو كده مع بعض الان باضيف طماطم حبيتين طماطم مطحونة وشوية كده ماء وخليه شوفوا الطماطم يعني الان شوفوا باضيف الملح طبعا الملح كمية الملح زي ما تحبوه اني اضفت مثلا بعمل كوبين رز اضفت هنا ملعقة صغيرة ملح مليانة هنا اضفت لانه كمان بالرز منعمله ملح خلص والان باضيف ماء كده يعني حق نصف كوب ماء لانه بس اشتي البطاطة تستوي فقط وغطي عليه كده وحسب له على حسب البطاطة كما استواء يعني كده حق عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة وخلص البطاطة تكون قدام مستوية شوفوا الان بغطي عليه خليه كده تسبك طبعا هنا نسيت القرفة حطت عودة القرفة وخليه اغطي عليها تكمل سواء البطاطة هنا عندي رز مغسول منظف تمام ضفت له بعدين ماء مغلي وملعقتين خل وخليته عشرين دقيقة هنا خلاص شوفوا البطاطة عندي استواء بضيف التونة طبعا التونة اني اغسله اصفية من الماء واغسله طبعا لا تكسروها اش حاولونا تفردوها توزعوها تفردوها قصة توزعوها من غير ما تتكسر عليكم التونة عشان تكون فيه وصل بعدين بضيف له فلفل اسوات طبعا البهارات زي ما قلت لكم اضيف كاري النيل واضيف عليها كزبرة وفلفل اسوات فقط ما عملش بهارات مشكلة الا الحبوب الصحيحة اللي ضقيناها مع السوم كده افرد الفلفل اسود والان احط الفلفل الحار واحط الفلفل الرومي يعطي طعم رهيب بالكبساء حق التونة تقدروا شوفوا بقولكم حاجة تقدروا تبعدوا يعني ما تعملوش فلفل رومي بس قربوها بالفلفل الرومي الان كده بس بغطيها وخلاص يعني من غير ما شغالي النار بطفي عليه النار هنا بس لق الرز على ملح وبهارات صحيحة بعد ما صلقت الرز خلاص شفت حبته استوات بضيفه على الكشنة والتونة اللي عملناها تمام شفتوك في الفلفل الرومي ما اني ما خليتهش ينطبخ يعني خلاص طفيت النار لما حطيته هو بانطبخ مع الرز الان لما نكمره الان حطت نص كمية الرز والان بضيف ايش رشاة من الهيل ورشاة من الكزبرة المطحونة عملوا رشاة وممكن تضوفه رشاة من الفلفل الاسود اني ما عملش بس هيل وكزبرة وعملت كمان الان عمل النص التاني فوق الرز هذا بعمل النص التاني بعمل فيبه ايش الوان الطعام اللي هي ايش اللون البرتقالي اللون صبغات البرتقالي اللي هي صفار البيض ولون صفار البيض وصفار الزعفران البرتقالي اسمه صفار البيض الاصفار اسمه صفار الزعفران دائما لا تغلطوا تحسبوا الصفار الزعفران برتقالي لونه لا صفار الزعفران لونه أصفر وصفار البيض هو برتقالي لونه ثم اغطي واخليه اكتمر على نر هادئة لمدة 20-15 دقيقة وافتح عليه ما شاء الله على نر هادئة خليته شوفوا ما شاء الله الرز حب بحبه والذين يتصدقوني وخفيف مش دسم كده وصدقوني ينفع عشان يحبوا الرز عشان دائما فيه رجال يحبوا الرز يكون الرز العشان يكون الرز فالتونة جدا حلوة وما تكونش دسمة كتير خلاص الان شوفوا قدمت اني قنبي عشار العنبا وعشار الليم وقلبناها كده وشوفوا ما شاء الله كيف والله اش رأيكم حلوة ولا مش حلوة ولدي لا صدقوني لدي لا تأكلوا ولا تشبعوا مني كده حطيت بعدين كده رشة الرز عشان الالوان من تحت وقعت لي معاني قلبته ما شاء الله وصراحة كان لذيذ كملنا الصحن كله والرز ما شاء الله حبه بحبه وطريه مش ناشف في بعض مرات لما نعمل كبسه كده يعني الرز يكون مشخول يسمونه رز مشخول يقول الرز ناشف لكن هذا الرز كده طري ومع السمنة حلوة لما تعملوا سمنة مع الزيت يخلي الأكل حلو يخلي الرز كمان لما تقول تقلبوه مثلا الرز هذا المشخول يخليه طري حتى ممكن تعملوا ملعقة مع لما نسلق الرز اخر شي نعمل فيه من فوق نعمل ملعقة سمنة ممكن عشان ما يكون مش ناشف لكن هذا الرز مش ناشف لانه نحنا اساسا خلينا التونة في بازيت وفي بسمن يطلع الرز يقنن 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 قليل عنه يقنن هذه اللقمة في بالعافية كده دقبوه عشار الليم وعشار العنبة ودقبوه كده البطاطا مهروسة والتونة التونة كأنها ما شاء الله كأنها سمك ما كأنها تونة بصراحة بقول لكم يا من اللذاذة لازم تقربونا شوفوا نحنا اللي دايما نصور طبخ عذاب لما يسجل يقيله لقوع لما يكون يعني صوروا أمس وثاني يوم يسجل عذاب تعرفوش عذاب يقيلنا لقوع لانه نحنا ضقنا الأكل طعمنا يكون لذيذ فتلاقوا نحنا نصف الفيديو ونحنا نسعبه الأكيد كتير اللي يصوروا فيديوهات زيه طبعا هنا أقالي قريش من السعودية وأخيك إشتي شربة خوران شربة رمضان فأني أخلط دايما زي عودتكم كل رمضان أني اللي يعرفني أخلط القريش مع الفريق تمام إطلاع شربة لدي ده قربوا إنكم تخلطوا الفريق مع القريش شوفوا كيف الطعم طبعا أخلطوا كمان أرجع أطحناء عشان تكون الشربة شوية ناعمة ما تكونش كده حباتي كبيرة أرجع أطحنه حاجة بسيطة يعني طحن بسيط مقروض شوفوا كيف أطحنه يعني أطحن وأوقف أطحن وأوقف خلص أعبيلي علبة كاملة يعني أخد كيلو قريش وكيلو فريق مع بعض أطحنهم خلص وأخلي بالتلاقة وقت ما أحب أخد من العلبة واستخدمي للشربة الشربة بش بس لرمضان كمان بالأيام العادية نخورة هذا كان الفيديو بالعافية ليو لكم إذا عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم